مدينة البيض تعترف أخيرا بحي سحيم الفوضوي حيا من أحيائها 24 سنة قضاها سكان الحي في معاناة يومية مع مطامير الصرف السحي والقاذورات والربط العشوائي لشبكة الماء وكوابر الكهرباء انتهت اليوم بعد إتمام تهيئة الحي بأهم الخدمات الحضرية منذ 24 سنة ونحن نعانوا من القرسة وليداتنا يلعبوا في الترابير وحبوا مننا في القرسة وحبوا 300 مترهم ومرة يجدوا في وسط الشيطاء يجدوا في سبابيت فكرة طيبهم باش يوصلوا يقرأوا ويسلكوا من القرسة الطريق كنا نعانوا منها واليوم نشكره على رأسها شركة الهيضاب اللي اليوم هي اللي سلكتنا من التمارة ومهد الغبينة اللي كنا مقبونين به كنا مقبونين كانت القرسة وكانوا وليداتنا مقبونين وقعد يارنا ما نخرجوش منهم وليوم الحمد لله لعقتنا الطريق لحقنا القازل لحقنا الماء تبقى الإنارة العمومية والمدرسة مطلب سكان حي سحيم الآن للتمتع بمواصفات حي كلي راجع ما كيش كلي راجع ولا يوفر لك الأمن وكان قد الله يتقدر عليك مرضو ولا حاجة ما تنجمش تخرج في الليل يعني كارثة وكان الكلاب الضال تقريبا كارثة ثني منها تجربة حي سحيم المريرة تعيشها أحياء فوضوية أخرى بالولاية نمت سنوات التسعينات خاصة بالسبب النزوح الريفي وأزمة السكن